بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونيسكو أطلقت وزارة التربية في محافظة حماد دورات تقوية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفرعيه العلمي والأدبي تم التركيز على زملاء المدرسين وانتقاء المدرسين الذين قاموا بدورات تهيئة أيضا بإشراف وزارة التربية بالتنسيق مع منظمات دولية لرفض هذه الدورات بخبرات عالية جدا من قبل زملائنا بالكبادر التدريسية على مستوى المحافظة بأكملها طبعا السمرار أيضا لخطوة كانت سابقة تسليط الضوء على المدارس أو المناطق التي احتاجت بشكل كبير اهتمام من وزارة التربية تم التنسيق أيضا مع منظمات دولية وتسليط الضوء على النموذج أو فئة بيه بالنسبة لمنهم خارج المدرسة وتم استحوازهم على مستوى المحافظة وتقديم وجبات غزائية ومبالغ مالية أيضا على حساب وزارة التربية هذه الدورات تعويض الفاقد التعليمي للطلاب وتعويض النقص وأي تقصير طبعا تعرض لها التعليم خلال عام الدراسي تقوم هذه الدورات بتعويض هذا الفاقد من أجل الرفع مستوى التعليمي لهؤلاء الطلاب الدورات تضمنت معظم المواد الدراسية الأساسية في الشهادتين وحددت عدة مراكز لتشمل غالبية الطلاب في المحافظة تقوي مجاني لطلاب التعليم الأساسي بمدرسة الشهيد طارق سليمان برعاية وزارة مدرية التربية بحما طبعا نحن هون ما نعطي مادة رياضيات ما نحاول نستكمل شو في عند الطلاب نواقص عم ثابت أعلني على نفس مبدأ النقل الفاقد التعليمي يلي صار عندنا أول سنة عم نقوم بواجبنا في الدورة مجاني كتعويض للفاقد التعليمي في المدارس هو مؤازرة للمدارس في إتمام المنهاج وتكرار المعلومات وتعويض النقص في أي معلومة أو في أي خلال الهم الأول والأخير هو رفع مستوى الطالب أعطاء نمازج قواعد أي سؤال بيسأله الطالب نحن نجاوب عنه ونحاول نساعد بأي شيء بيسأله الطلاب مشكورين عن هذه الدورة اللي ما نقدمها ومناخد رياضيات وفيزيو وكيميا وعلوم وعربي وفرنسا نحن نستفيد كثير ومشكورين جهود الأساسي اللي جايين عم بيعطونا هذه الدورة كثير مهمة لنا وهي ساعدتنا كثير في أنه نعلم مستوانا بأي شيء من المواد المواد هلق نحن اللي عم ناخدها رياضيات عربة فرنسا علوم فيزيو وكيميا هي كثير هالشغلات عم بتفيدنا المواد كثير مهمة الدورة مفيدة كثير ومناخد لغة عربي ومناخد فرنسا ورياضيات دورات التقوية خطوة مهمة وحجر أساس تيم السيرة العلم والمعرفة من أجل بناء مستقبل واعد أفضل يكتبه الطلاب العلم في سوريا ترجمة نانسي قنقر